يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل أنت أخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل وأنت أخت الفاضلة نعم الأخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة إن كنت تصلينا بالليل وإلا فلا أيها الدعاة إلى الله أيها العلماء أنا أستغرب وأعجب كيف لداعية إلى الله يريد أن يتحرك بين الناس ليؤثر في قلوبهم وليشكل عقولهم وهو ليس من أهل قيام الليل لا يكون ذلك ورب الكعبة فالليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراع الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبه ولذا أقوله بملء فمي من زعمه أنه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل فليعلم أنه أحد الكذابين لا كلام شديد أول كلام شديد ما تعودناش منك الله يا دي يا مولانا لا هذا هو الحق هذا هو الصف جبت الكلام دمين إنه كلام سيد الصالحين إنه كلام سيد المؤمنين إنه كلام سيد المرسلين إنه كلام إمام المتقين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد لا 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 اسمع اسمع الكلام ده تاني اسمع الكلام الغالي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. اذا هذه علامة الصالحين. هذه سيمة الصالحين. قيام الليل. قيام الليل. اين انت? يا من ضيعت الليل كله امام الافلام والمسلسلات والمباريات. اين انت? يا من ضيعت الليل كله بالتنقل امام الشاشات والفضائيات. ولم تركع لرب الارض والسماوات ركعات. ولم تفتح كتاب الله جل وعلا. بل ولا حتى كتابا من كتب أهل العلم كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله يقيم الليل بالفريضة أي بطلب العلم فإذا كان وقت السحر قام فصل ما شاء الله له أن نصليه فيجمع بين قيام الليل بالفرض والنفل معا هذا فهم آتاه الله عز وجل الإمام وذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم هيا عاهد ربك الآن أيها الصالح عاهدي ربك الآن أيها الصالحة على قيام الليل ساعة قبل الفجر بساعة أضبط ساعة الوقت أضبط المنبه قبل الفجر بساعة أو على الأقل إن لم تستطع أن تقيم ساعة قبل الفجر فأقم هذه الساعة بعد العشاء مباشرة ينفع يا مولانا ويبقى قيام ليل أيوة ينفع ويبقى قيام ليل أيوة حتى لو ما نمتش ولا دليلة وأعي ما أقول بإذن الله عندما يقوله بخلاف ذلك يبدأ بفضل الله قيامك للليل بعد انتهاءك من صلاة العشاء مباشرة أما إن كنت تسألني عن الأفضل عن الأفضل فلا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن أفضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزل يليق بكماله وجلاله ليقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فأفضل أوقات القيامي الثلث الأخير لكن إن لم تستطع أن تقيم الليل في آخره في الثلث الأخير فقف ساعة لله جل وعلا في أول الليل قبل أن تنام قم بينادى الليل ساعة وارفع كفة الضراعة إليه فما أحوجنا إلى هذه السهام التي لا تتوقف أبدا أقصد سهام الليل أقصد الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم الرشدود كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الليل أول الليل وكان عمر بن الخطاب يؤخر القيامة لآخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أخذت بالحيطة وقال لعمر أخذت بالعزم أو بالعزيمة وأقر النبي الرجلين الجليلين الكريمين أقر الصديق على قيامه في أول الليل وأقر عمر على قيامه في آخر الليل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم وأعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه فأنا أذكر نفسي وإخواني من العلماء والدعاة بأنه يجب أن يكون لنا وقت بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر